السيدة محمد تتفضل تتفضل يا سيدنا الشيء كل سنة أحاولتك طيب رمضان كريم رمضان كريم ربنا يخليك لينا يا رب انت منور الدنيا كلها والله يعني قدي ايه ان انا بمبسط بحضرتك لما بشوفك على التلفزيون كده والله كل سنة أحاولتك طيب عندي ثلاث أسئلة هقولهم الحضر يلا يا سيدي الحج ما بيصمش سنه قدي ايه خمسة وستين سنة اه انا عرفت الحكاية دي بتحصل في بيوت كتيرة الاولاد والزوجة شايفين الزوج يقدر يصوم وهو بيقولهم انا ما بقدرش اصوم فبيفكر انا زعلان ازعل كبير 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 طبعا سألك سؤال حاجة ام محمد انت بتقدر تصومي فقال فعلا ان انت متقيقن ان هو بيقدر يصوم اه مفروض لا بص اقولك حاجة المفروض دي يعني القدرة ده حاجة جواه ولا حاجة براه وهو ما بيكلش ولا يشرب غير يقولك السجارة بس اه يبقى احنا عندنا مشكلة كمان ان هو بيعسى ربنا وبيشرب سجاير والسجاير حرام بس انا عمل اقول له يا حاج الايام خلاص خلصت والعمر خلص احنا عايزين الايام اللي احنا عايشينها ان احنا نقضيهم كويسين نصلي ونصلي ودلوقتي حاجة محمد ده السؤال الاول ان انا هكلم الحاج السؤال الثاني صليت كيام الليل وانا قاعدة انا حلمت بسدنا النابس صلى الله عليه وسلم اه حلمت ان بيشد ايدي بيودينا عند الكعبة الله اه والله والسؤال الثالث فانت بتسوالي ده والسؤال ده ان شاء الله ربنا يكتبلك عمرة ولا لا صح؟ يا رب اه اه انا عملت العمرة قبل كده برضو بس الحمد لله اللي بشوفها على طول والله يصدنا النابس الحمد لله الحمد لله السؤال الثالث السؤال الثالث انا معي بنت مطلقة ويعني بقالها اربع سنين ما اتاخدش ربع جنيه من طريقها ومعاها بنت عندها اربع سنين هل ايه اللي ينفع احنا اغلبنا مع الولد ده حاطر انا اقول لي حظيك تاميلي يا حاجة يا حاجة محمد اول حاجة يا حاجة محمد بالله عليك يعني مش هقولك الايام اللي بقية من عمر مش قد اللي فاتت لا ده ربنا ده قرب ربنا وحب ربنا وحنان ربنا وجمال ربنا والقرب من ربنا والعايش مع الله وكل الحاجات الحلوة ما تخليش نفسك تقولك ايه هم شايفيني كده وحش طب انا وحش اوعى نفسك تقولك كده اوعى تستبيع هم مش هم ربنا هم لو هم شايفينك وحش دي حاجة تخصهم هم بس انت بينك وبين ربنا ربنا اداك فضل كبير فانت لو قادر على الصيام حاجة حاجة بمحمد صوم لان ايام رمضان دي لا تعوض لو ان ايام رمضان تشترى هتشترى بالايام والليالي والاموال وكل حاجة والدنيا وما فيها ده فيها ليلى جاية يلا اقولك حاجة صوم وامسك من النهاردة وصوم من بكرة لو قادر على الصيام انا فيه ليلى خيو من الف شهر ليلة القادر اوعى تفوتها حاجة بمحمد وصوم ان شاء الله ربنا يعينك ويكتب لك الخير وكله يا رب الحاجة التانية الرؤية اللي انت شفتها دي بشرة ان شاء الله ربنا يكتب لك بيها كل خير ان شاء الله تكون فتحي وتنور وبركة عليك يا حاجة بمحمد اما مسألت بنتك فانت محدش يقدر يمنع بنتك ان هي تأخذ حقها بكل وسائل الوصول لحقها اللي هي الوسائل المشروعة ترفع امراض القادرة عشان تحصل على اموالها هل ده وتيبقى قلة اصل ابدا ابدا ده ملوش دعوة بقلة الاصل لديها دعوة بالحفاظ على حقوق الاولاد والبنات اللي هم احفادك وإلا دولا يعيشوا ازاي والشخص اللي هو بيمنعهم حقهم دولا هل لهم حق ان هم يطلبوا بحقهم بس النصحت الاولى يدخل شخص وسيط ويحاول يصلح بينكم وربنا يكتب الخير كله يا رب نان موسيقى